إسلام خلينا نتكلم على التشكيل اللي ممكن يعتمد عليه جوميز النهاردة في لقاء الزمالك مع نادي الشرطة الكيني توقعاتك لهذا التشكيل وهل هيختلف عن المباراة السابقة مع الشرطة الكيني ولا ممكن يحصل تغييرات في ظل غيابات كمان موجودة في صوف الزمالك أعتقد أن الاختراض بالنسبة للرجل محدودة شوية وأعتقد أن محمد صبح يفضل هو الحارس الأساسي للزمالك الفترة اللي جاية قدامه 2 سن تربكات اللي ما عندهوش غيرهم حرفياً دلوقتي سواء حسام عبد المجيد والمسلوسي الباك رايت أعتقد ممكن يكون محمد شحاتة الباك ليفتح يكون عمر جابر الراجل لسه شايف أن الصفقات الجديدة هو الوحيد اللي تسجل تعريباً أفريقان هو محمود بنتاك اللي هو المغربي لسه مشاركش معاه في التدريبات بشكل مجتمع أو بشكل يخليه يديله الثقة حيلعب في نص ملعب نفس القصة دونجا لسه ما تعملش أي صفقات في النقطة دي إلا لو الراجل قرر أن يلعب بزياد كمان ماتش اللي فات ما كانت مقدمش أحسن حاجة حيلعب بنص الملعب في نص الملعب بالسناية عبدالله السعيد وناصر مهر لأن احنا عندنا غيابات أحمد حمدي مصاب محمد شحاتة بتضطر تلعب باك رايت والدام أنت معندك شوين جاد غير حالياً زيزو ومصطفى شلبي وهتلعب بسيف الجزيرة هي التشكيلة معروفة جداً ومن الممكن هيكون كمان تشكيلة ماتش لها لأن الراجل اختياراته زي ما قولنا محدودة لسه الصفقات ما خلصتش الصفقات الجديدة لسه ما تسجلتش بالنسبة للزمالك كمان لسه الصفقات ما خلصتش وعنده نفس الوقت ما عندهش حد من الصفقات الجديدة تسجل أفريقياً إلا العيب المغربي محمود بن تايم